جيمي هبدأ معاك بيدعم مودست بقى اوكي الاهلي والتحاد العاصمة يوم الجامعة هي مباراة بالتأكيد مهمة مهمة عشان هي بطولة بطولة تضاف ليه بطولات عديدة حققها الاهلي هذا الموسم بأداء رائع جدا من الموديل الفني ومارس الكولر ومجموعة رائعة من اللاعبين ومعها كمان تلت صفقات مهمة جدا ريدا سليم وأمام عشور ومودست فصفقات مهمة جدا كيف يواجه النادي الاهلي الاتحاد العاصمة والترى اتحاد العاصمة المنافس خطير على الاهلي رقم واحد بالنادي الاهلي بيعمل حساب كل المنافسين وده مهم جدا لانا بتيجي تشوف الهيستري بتاع النادي الاهلي حتى في بطولة السوبر وباستثناء مواجه كايزر تشيفز هي البطولة الاولى اللي بيخدها النادي الاهلي في 2002 دي المواجهة الوحيدة اللي خلصت بقى رياحية ونتيجة 4 واحد كل المواجهات مواجهات صعبة جدا 3 مرات بركلات الجزاء بتتكلم على مواجهة الرجاء هدف الدقاء الاخيرة يتعادل النادي الاهلي ويفوز بركلات الجزاء في النسخة الاخيرة في 2021 فانت بتتكلم على دايما مباريات السوبر مباريات صعبة ايا كان الفارق الفني ما بين النادي الاهلي وما بين المنافس بتاعه ايا كان مين النادي الاهلي بنتكلم على تمام مرات سبع مرات منهم بيء المسمى الحديث تمام مرات بيء المسمى الحديث وخص النسخة فقط واحدة بالمسمى القديم أمام زماني في 94 واحدة به المسمى الحديث فأنت بتتكلم على فريق عنده السيادة على البطولة لكن يبقى مواجهاته دائما وأبدا مواجهات صعبة المواجهات بتبقى المستوى التنافسية لأنك بتتكلم على بطل دوري أبطال أفريقيا بيواجه بطل الكنفدرالي فدايما حتى لو فيه فوارق فنية واضحة فعلى الصعيد التنافسي بتلعب مباراة مباراة من جولة واحدة مباراة واحدة الأمور بتبقى صعبة جدا جدا أنت تقول أنه لا فيه أريحية للفوز هنا أو هنا طبعا الشخصية والتاريخ والأسماء والفوارق الفنية في صالح النادي الأهلي لكن كل ده لا بيطمن مارسل كولر ولا بيطمن جمهور النادي الأهلي ولا بيطمن أي حد بيبص لها من الإطار الفني خاصة لما تجي تبص على شكل فرقة اتحاد العاصمة والطريقة اللي بيلعبوا بيها هتلاقي أن هما فريق مزعج جدا أو من نوعية الفرق اللي تبقى مزعجة جدا للنادي الأهلي طيب هنستفتح بيه نستفتح نقول أنه اه اتحاد العاصمة أنا جاي دحكك غير أنا أعمال يديك الكيوب أنا أعمال يقولك أن أنا عايز أدحك يعني بيهزر معي غير جملك لا يا خلاص اتحاد العاصمة غير جلده في شكل كبير جدا اتناشر لعب رحلوا اه مش كلهم من القوام الأساسي يمكن أبرزهم أيمان محيوس ومزيان الاتنين اللي رحلوا عن الفريق في المركاتو الماضي اتناشر صفقة جديدة مع المدير الفني بن شيخ اللي واحد من المدربين وبشوف واحدة من قاتل قوة عند فريق التحاد العاصمة واحد من شيوخ المدربين في المغرب العربي راجل خد الدوري الجزائري مع بلو سداد مرتين خد الدوري التونسي مع الأفريقي التونسي خد السوبر الأفريقي من قبل مع نهضة بركان فتا بتتكلم على واحد من ضمن الأسس أو من ضمن الحاجات لو معنا الإنجازات بتاعت عبد الحق بن شيخ كمان نعرضها خد الدوري الجزائري زي ما قلنا موسيمين مع شباب بلو سداد خد الدوري التونسي مع الأفريقي خد كاس المغرب مع الدفاع الحسني خد الكونفدرالية مع اتحاد العاصمة خد كاس السوبر الأفريقي مع نهضة بركان فتتكلم على مدرب فاز ببطولات في المغرب وتونس والجزائر فهو واحد من شوخ المدربين وبطولت السوبر الأفريقي طبعا مع نهضة بركان فانت بتتكلم على مدرب عنده خبرات كبيرة جدا جدا مدرب متمرس في مع فرق شمال أفريقيا تحديدا فرق المغرب العربي فتبتكلم على مدير فني لا عنده خبرات مدير فني رغم الحالة الفنية اللي ما كانتش أفضل شيء على الصعيد المحلي لفرقة اتحاد العاصمة إلا إنه قدر إنه يقودهم إنه هم ياخدوا مباراة مباراة وده اللي بيتيجي بقى صعوبة المباراة وكان بياخد مباراة بمباراة لحد ما قدر إنه يوصل للمباراة النهائية وقدر إنه ياخد اللقب من يانج أفريقينز في المباراة كانت صعبة جدا خاصة على ملعب يانج أفريقينز ورغم إنه خسر في الجزائر إلا إنه قدر إنه يكسب خارج الأرض وخلني أقولك إن النتائجه خارج الأرض جيدة إما إنه بيخسر بفارق بسيط جدا أو إنه بيقدر إنه يفوز خارج الأرض فدي من ضمن المميزات اللي عنده فريق إتحاد العاصمة فريق غير جلده عنده جاب أكتر من عنصر 12 صفقة الموسم الحالي لأنه نستعرق صفقات اللي جابها إتحاد العاصمة الموسم الحالي الصفقات اللي جابها إتحاد العاصمة نتكلم على 12 صفقة جابهم إتحاد العاصمة الموسم الحالي زي ما قلت لك أبرز الصفقات اللي رحلت كان آيمن محيوس وده آيمن محيوس كان مصار كلام كتير جدا الزمالك وبرامدز والأهلي وفي الآخر رحل ليه الدوري السويسري فأنت بتتكلم على إنه فقدوا لعيب مهمة جدا على صعيد المهاجم واللعيب اللي جابوه مكانه كونتي لعيب من مالي يلا الشباب اللي 12 صفقة اللي بيولوا عليهم جيم عشان نشوفهم على طول اللعيب من مالي لكنه صغير السن ما ظنش أنه هيعتمد عليه بشكل كبير في مباراة السوبر يبقى موجود في القايمة لكن ما ظنش أنه هيبدأ المباراة ففرقة اتحاد العاصمة دي بص شاف عدد كبير جدا من الصفقات يمكن عشان ما نمشيش عليه وناخد وقت طويل أبرزهم والعيب اللي هيكون موجودة بشكل كبير في التشكيل الأساسي نبيل اللي عمارة في الظاهر الآيسر بعد رحيل الظاهر الآيسر الأساسي لفرقة اتحاد العاصمة مع آيمان محيوس كمان نور الإسلام فتوحي في الغالب هو اللي يلعب ناحية المهاجم لأنه كان بيعتمد على تمايس المهاجم البوتسواني وواجب خطير جدا كريم بالمناسبة كان بيلعب السنة اللي فاتت كجناح عشان يده فرصة لآيمان محيوس هو اللي يلعب في مركز المهاجم هيعتمد عليه بشكل كبير جدا هو اللي يلعب في مركز المهاجم وهيودي نور الإسلام فتوحي ويلعب ناحية المهاجم في دول أبرز صفقتين الاتنين اللاعب اللي وراء بعض رقم خمسة ورقم ستة دول أبرز صفقتين من الصفقات اللي جاءت كلها اللي الرجل بشكل كبير جدا هيعتمد عليهم في التشكيل الأساسي ده بالإضافة لي باقي الـ 12 صفقة دول أبرز الصفقات بتاعة الحادة العاصمة الجزائري الموسم الحالي نروح لأبرز الراحلين كمان عادة كبير جدا من اللاعبين رحلوا لكن برضو زي ما بنقول إنه مش عادة كبير من اللعبة اللي جاتها كريم هيكونوا من القامل أساسي مش عادة كبير من اللعبة اللي رحلت كانوا من القامل أساسي يمكن أبرزهم زي ما قلنا أيمان محيوس هو أول واحد على رأس القايمة رحل مرباح كان بيلعب على فترات اللعبة وسط الملعب مهدي بين الدين ده اللي كان الضير الأيسر الأساس المسلم اللي فات مع حرية بوش الاتنين اللي كانوا بيلعبوا وأخيرا عبد الرحمن مزي عندي أبرز اللعبة اللي رحلت عن الفريق الموسم الحالي فأنت بتتكلم عن 3-4 عناصر مهمة ومؤثرة مشت و3-4 عناصر هتبقى موجودة في القوامة 18 اللي هلعبوا مباراة النادي الأهلي علشان ناس كتير بتتكلم بيقولك تغيير جلد ومش يبقى فين سجام وده يبقى مأصر عليهم لا العناصر اللي بتلعب في الملعب عنصرين 3 اللي متغيرين عن تشكيل اتحاد العاصمة اللي خدت كونفترالين من 3 شهر عظيم ده فيما يتعلق بالراحلين فيما يتعلق بين شيخة فيما يتعلق باللعب الإجاب هاي هجيلك تاني هنكلم يلا إحنا عايشين أنا وإنت مع اتحاد العاصمة النهاردة